قال تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فهذه الآية الكريمة قد اجتملت على منقبة عظيمة من مناقب سعد ابن أبي وقاس رضي الله تبارك وتعالى عنه كما سنرى ذلك بحول الله تعالى خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من يهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله جميعا من الضلالة ومن النار ونسأل الله عز وجل الهداية والجنة آمين يا رب وبعد السلام عليكم ورحمة الله إذن عطفا على ما رأيناه في المجلس الماضي ونحن نتحدث عن سيرة هذا الرجل صحابي الجليل العظيم سعد نبي وقاس خالي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن سعدا نزل في حقه وفي من كان معه وكانوا ستة نفر هذه الآية الكريمة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كيف ذلك؟ هذا الحديث رواه سعد نفسه كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا يعني ستة نفر فقال المشركون للنبي صصم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا قال فوقع في نفس النبي صصم ما شاء الله أن يقع يعني وهم بذلك فنزلت هذه الآية الكريمة وإي في الحقيقة عندما نتأمل هذه الآية نتدبر فيها نجد أنها قد تضمنت منقبة عظيمة من مناقب هذا الصحابي كيف ذلك؟ ولا تطردي نهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء ومنهم سعد فمعنى ذلك أمر أن يقربهم إليه فصاروا من المقربين جدا من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أثنى الله عليهم بأنهم من العباد ومن أنهم يشتهدون في الدعاء وذكر الله عز وجل وهذا أشرف ما يكون به الإنسان هذه منقبة وأيضا يريدون وجهه يعني الله تبارك وتعالى شهد لسعد ومن معه بأنه من المخلصين يريدون وجه الله تبارك وتعالى وهنا مسألة هذه المسألة أيضا والله تدعو إلى التأمل انظر إلى هؤلاء أصحاب الكبر الذين يريدون أن يستعلوا على الناس بغير حق فإنهم بغيا وحسدا وشقاقا يكرهون الحق ويكرهون أهله مثل ما قيل للنبي صصم قيل للرسل قبله كما قال تبارك وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك بل قالوا مثل ما قال الأولون فقد قيل نفس الكلام لمن؟ لنبي من الأنبياء عليه السلام سابقا من هو نوح عليه السلام فقد طلب منه الملأ أن يطرد هؤلاء الضعفاء هؤلاء الفقراء هؤلاء المستضعفين كما قال تبارك وتعالى في كتابي الحكيم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرضلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين هذا دليل بأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين وهذا حال المستكبرين الذين يكرهون الحق وانظر إلى هذه الحادثة تبين لك هذه المسألة لما سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع النبي صاصم كيف كان سؤاله يعالج هذه القضية قال أسألك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال أبو سفيان قلت بل ضعفاؤهم قال هرقل وهم أتباع الرسل يعني في بداية الأمر الغالب على أتباع الرسل أنه من المستضعفين من الضعفاء لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى بل إن الله تعالى أراد بحكمته أن يرفعا وأن يزيل الغبن عن هؤلاء المستضعفين كما نقرأ في قوله تبارك وتعالى ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض أراد الله تعالى أن يجعلهم أئمة وأن يمكن لهم في الأرض ولكن مع الأسف هؤلاء الذين يكرهون الحق ويأنفون يكرهون أن يدخلوا في رحاب هذا الحق تجدهم يطاردون أهل الحق كما طلبوا من النبي صصم هذا الطلب قال أطرد هؤلاء عن مجلسك إذا أردت أن نصغي لدعوتك وأن نجالسك فعليك أن تنزح أؤلاء الضعفاء حتى لا يجرؤوا من الجرأة حتى لا ينكسر هذا الحائل بيننا وبينهم نحن من الملأ هذا كبر كما قال أهل العلم لأن هؤلاء المتكبرين إنما تكبروا بغيا وحسدا وشقاقا كأبي جهل وأشيائه إلى أن أهلكهم الله عز وجل ثم نجى من أراد منهم سعادته إذن هذه الآية الكريمة هي من مناقب وفضائل هذا الصحابي الجليل أيضا من فضائله هذا الصحابي هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأصحاب الشورى الست والمهاجرين في سبيل الله والمجاهدين الفاتحين القادة شهد المشاهدة كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من العشرة من القائمة أبو بكر في الجنة إلى آخر إيلان قال سعد أبي وقاس في الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه هو من الست أصحاب الشورى الذين نص الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على أسمائهم حين طعن وقيل له يا أمير المؤمنين أوصي استخلف ماذا قال؟ قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من بعدي من هؤلاء النفر الذين توفي النبي صصمه وراد عنهم وسمى عثمانا وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد نبي وقاس ثم أكد على مسألة سعد لمكانته عند عمر قال فإن أصابتي الإمارة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أحدكم ما أمر فإني لم أعزله عن عز ولا خيالة طبعا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وسنعود إليها فيما يأتي إن شاء الله لكن دعونا نكمل في حديثنا هذا عن مناقب سعد بن أبي وقاس رضي الله تبارك وتعالى عنه لنعلم بأنه أول كما يقول أهل السعر والمؤرخون أول من أراق دما في سبيل الله متى كان هذا؟ كانت في مرحلة الاستضعاف في مكة يدافع عن نفسه فإنهم كان المسلمون إذا أرادوا الصلاة يستخفون ويبتعدون عن الأنظار خوفا من المشركين فيذهبون إلى شعاب مكة هكذا وإلى فجاجها في يوم من الأيام كان سعد ومن معه يصلون فاضطل عليهم جماعة نفر من المشركين فأنكروا عليهم بل وصل الأمر إلى أنهم قاتلوهم فاضطر سعد بن أبي وقاس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يضرب أحدهم بلحي بعير اللحي والفك فشجهوا فسال الدم فكان هذا أول دم سال في سبيل الله تبارك وتعالى وبهذه المناسبة لما انكشف أمر المسلمين أمام هذا الوضع اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدخل وأن يجد مكانا هكذا يختفي فيه بالناس لواصل دعوته فاختار بهذه المناسبة دار الأرقم ابن أبي الأرقم كانت هذه أول مواجهة وكان على إثرها كما ذكرنا أن سعدا أرى قدما في سبيل الله تبارك وتعالى وهناك مناقب وفضاء لهذا الصحابي الجليل نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي وللحديث بقية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون